بتبدأ حكاية فيلمنا بسفينة وهي موجودة في عاصفة في البحر ودي كانت سفينة أليس اللي كانت زي والدها وبتحاول انها تكتشف اي بحر كبير وبنلاحظ سفن كتير كانت بتحاول تهاجمها وينصحوها انها تستسلم بس ما كانتش عاوزة تفقد سفينة والدها وتحاول تحرك السفينة باقصى سرعة بس في النهاية قدرت بزكاها انها تعدي من الصخور وتنقذ السفينة والاشخاص اللي كانوا معها والكل يوصل للندن بسلام وتقابل والدتها وتعرفها ان اللورد سكوت مات وابنه هامش خطيب أليس السابق بقى بيشتغل مكانه وتقابل هامش ويعرفها انه تجوز ويقرر انتقم منها اكتر عشان رفضت تتجوزه قبل كده وكمان يعرفها انه اشترى اسمها من الشركة من والدتها ويشترط عليها انها لو عاوزة ترجع لبيتها لازم الاول تسلمه سفينة والدها واول ما سمعت كده تغضب من والدتها وتروح نحية الحديقة وتقابل ابسلومي بعد ما تحول لفراشة لكن ياخدها لحد ما وصلت لمرقاة وفجأة تدخل الى ارض العجائب وتلاقي نفسها بالقرب من قصر الملكة البيضة وتقابل اصدقائها الارنب الابيض والتوأمان والكلب والقط والملكة البيضة ويعرفوا أليس انهم اتصلوا بيها عشان هاتر لانه بدأ يحس بالجنون وانه كان في يوم من الايام وهو بيلعب شاف كبع ارجوانية وده اللي فكروا بهجوم الجابر ووركي وده اليوم اللي كان فقط فيه عيلته كلها وبيعتقدوا ان أليس بس هي اللي ممكن تخرجه من الحالة اللي هو فيها فتروح له ويعرفها انه حاسس ان اهله لسه عايشين ويطلب منها انها تساعده عشان يقابل اسرته مرة تانية لانها هي الوحيدة اللي ممكن تساعده في الموضوع ده فتحاول أليس انها تفهمه ان ده مش ممكن يحصل فيغضب منها هاتر ويطلب منها انها تغادر المنزل فتقلق عليه وترجع لأصدقائها مرة تانية وتعرفهم كل اللي حصل فيعرفوها ان فيه طريقة واحدة بس ممكن تساعده بيها وتقول لها الملكة البيضة انه من خلال الكورونوسفير هتقدر ترجع الماضي وانها تقدر تقتل الجاب الووكي وتنقذ أهل هاتر وكل حاجة هترجع لطبيعتها مرة تانية بس المهمة دي هتبقى خطيرة جدا لكن عشان أليس مش بتنتمي للعالم ده هي الوحيدة بس اللي ممكن تعمل كده فأليس كانت على استعداد انها تقوم بأي حاجة عشان خاطر هاتر وكانت جاهزة لأي مخاطر ممكن تحصل لها فتاخدها الملكة البيضة لساعة ضخمة وتقيلة وتطلب من ألس انها تدخل جواها وتقرر تغير الماضي عشان تنقذ عيلة هاتر وتدخل الساعة وتوصل لقلعة الأبدية وتحاول انها تمط من إبرة الساعة لإبرة تانية وفي الآخر توصل للقلعة وتشوف مستشار الوقت وتلاحظوا هو بيغير مواضع الساعة الحية ويحطها مع الساعات الميتة وأول ما بيعمل كده بنلاحظ راجل بيموت فجأة فبتظهر له وتطلب منه ان يسمح لها انه يتكلم معها لكن بيديها دقيقة واحدة بس عشان تطلب اللي هي عيوزها فتطلب منه انه يديها الكورونو عشان تغير الوقت لكن بيرفض في النهاية ويعرفها ان ده هيدمر أرض العجائب كلها ويقول لها ان مفيش حد هيقدر يغير الماضي لكن بدل ما نغير الماضي ممكن ان احنا نتعلم منه وبعدها يطردها من المكان لكن تلاحظ ألس الملكة الحمرة وهي بتقرب من مستشار الوقت فبتستغل الفرصة دي وتروح ناحية الكورونو سفير لكن اول ما حركته من مكانه فجأة حاجة غريبة بتحصل وفجأة بنلاقي السواني والدقايق بدأوا يتحرقوا بسرعة وبدأ يتكون منهم وحش كبير ويبدأ انه يطارد ألس فبتحاول انها تهرب بسرعة وتدخل جوا كورة الكورونو وتحاول انها تخرج من المكان فبتغضى بالملكة الحمرة وتطلب من مستشار الوقت انه يلاقي لها كورة الكورونو بسرعة ويجيبها لها لكن حالته بدأت تزداد سوء فبيطلب من الخادم بتاعه انه يتأكد ان الوقت ما بيقفش ويغادر عشان يطارد ألس لكن في نفس الوقت تلاحظ ألس يوم الهرون فيندوش لكن اللحظة اللي حاولت فيها انها تدخل في الوقت ده كان ساعتها مستشار الوقت بيهاجمها وفجأة تفقد الرؤية فتحاول تنقذ نفسها منه وتهرب تحت المد والجزر لحد ما قدرت انها تخدعه ويقع عليه المد والجزر لكن تلاقي نفسها رجعت بالماضي في اليوم اللي كانوا هيتوجه فيه الملكة الحمرة وتقابل هاتر وتدخل معاه القلعة يوم حفل التتويج ويفتح هاتر علبة التاج ويحاول والد هاتر انه يتوجها لكن بسبب راس الملكة اللي كان عملات فمقاس التاج مجاش على حجم راسها فهاتر بيدحك على المنظر والملكة الحمرة تغضب ووالده يحاول يلبسه لها بالعافية لحد ما انقصر التاج والكل يبدأ يدحك على الملكة الحمرة فتفقد أعصابها بعد ما شافت المنظر ده ويؤمر الملك بنقل التاج الى الملكة البيضة لانه بيعترض ان الملكة الحمرة مش هتبقى حكيمة بسبب عصبيتها فبيتغادر المكان وهي في غضب شديد لكن يبدأ والد هاتر انه يقنبه على اللي حصل ده كله وانه كان السبب في إحراج العيلة كلها ويطلب منه انه يسيبهم ويمشي بعيد فبتحاول ألس انها تمنعه لكن بيرفض انه يستمع لها وتقرب منه وتسمعه هو بيتكلم بالصدفة مع الملكة البيضة وتعرفوا ان اللي حصل ده كان حدثة وده كان السبب الرئيسي اللي خل دماغي الملكة البيضة بالمنظر ده فبتكرر ألس انها ترجع تاني للماضي وتحاول توقف الحدثة دي فبتدخل في اليوم ده وترجع للماضي وتقابل هاتر وهو صغير وياخدها لولده في نفس الوقت كانت الملكة الحمرة والبيضة والدتهم بتؤمرهم منهم يبطلوا أكل من الفطاير والنهم يسيبوا المطبخ دلوقت لكن الملكة البيضة تدخل بعدها المطبخ تاني وتحاول تاخد فطيرة مرة تانية وتروح لقضتها وتاكلها فبتروحوا عراها الملكة الحمرة لكن والدتهم تشوفهم وأول ما شافت الفطاير جنب السرير تشك في الملكة الحمرة لأن كانت هدومها عليها لون أحمر فبتصرخ والدتها فيها وتتأثر الملكة الحمرة وتغضب وتسيب المكان بسرعة في نفس الوقت هاتر كان بيوري والده أول قبعة قدر انه يصنعها لكن والده بدل ما يظهر إعجابه وغصب عنه يبوزها فبيرميها بعدها في السلة فيتأثر هاتر ويسيبه ويمشي لأنه بدأ يحس إن والده ما كانش بيحبه لكن ألس بعد ما شافت المنظر ده فبتكرر إنها تروحوا تنقذ الملكة الحمرة بسرعة فبتنقذها إن الساعة تغبطها لكن لسوق الحظ غصب عنها خبطت في البركة برسها فبتفتكر نصيحة مستشار الوقت لها وإنها مش هتقدر تغير أي حاجة من الماضي وإنها برضو ممكن تستغل ده إنها تتعلم منه لكن لحظة بعدها إن والد هاتر خرر الكبعة من السلة وده معناه إنه على رغم من المعاملة اللي كان بيعملها الهاتر إلا إنه كان لسه بيحبه وكان عايز يشجعه وفجأة يظهر لها مستشار الوقت بس كانت حالته كانت بتتضهور لإنه كان بعد عن الكورونوسفير فيسألها عنه بس كانت مصممة إنها نوية تنقذ عيلة هاتر وتهرب بسرعة من خلال المرآة وتحاول ترجع لعالمها مرة تانية وأول مفائد تلاقي نفسها في مستشفى الأمراض العقلية لإنهم حجزوها بعد ما كانت بتتكلم على الكورونوسفير والمرآة فها مش ساعتها كان بيعتقد إنها مجنونة وعشان كده دخلها مستشفى الأمراض العقلية ويخر الطبيب وكان لسه هيحاول يحقنها فتحاول والدتها بسرعة إنها تنقذها وتنط وتهرب من المكان بسرعة لحد ما وصلت لمكان وتاخد الكورونو مرة تانية وتعد من المراية وترجع لأرض العجائب مرة تانية لكن المرة دي دخلت يوم الهرونفندوش وتحاول تهرب من هجوم الجابر روكي لكن كان ساعتها بيولع النار في كل حاجة والكل خاف منه ويجري وقالس بالصدفة تلاحظ عيلة هاتر فبتحاول تجري نحيتهم بسرعة عشان تنقذهم من الجابر روكي لكن ساعتها كان ولع النار في كل حاجة فبتحس إنها تأخرت إنها تنقذهم وإن الكل مات لكن بعدها بتكتشف إن الملكة البيضة بدل ما تقتلهم إن خلت الحراس بتاعتها النوم يمسكوهم ويخفوهم عن المكان ده وده غادر الملكة الحمرة مع الجابر روكي وتروح ألس بعدها الهاتر وتلاقيه تعبان والكل بيحاول يوسيه لكن تعرفوا إنها عرفت إن عيلته لسه عايشة فبيفرح أول ما سمع الكلام ده ويقرر معها إنهم يروح ينقذوهم في نفس الوقت الملكة الحمرة الوقت يعرفها إن ألس بتعمل كل ده لإنها بتدور على عيلة هاتر فبتتعصب وتاخد الوقت رهينة وتروح ألس مع الملكة البيضة ويسفروا ناحية القلعة وأول ما وصلوا إن أسموا المجموعات وحاولوا يدوروا على عيلة هاتر في نفس الوقت كان هاتر وألس قدروا النوم يوصلوا لغرفة الملكة الحمرة فلحظوا إن الملكة الحمرة كانت حطى عيلة هاتر في إطار زجاري فيمسكوا هاتر ويبصلهم ويعرفوا من الموجود معهم لكن فجأة توصل الملكة وتاخدهم هما كمان رهينة وتحاول تحبسهم وبعدها تاخد الملكة البيضة وترجع بالزمن وتوريها المنظر وإن الملكة البيضة كانت بتلومها ساعتها إنها كلت الفطاير لكن في نفس الوقت كان جنود الملكة الحمرة قدروا إنهم يسمحوا لألس واللي كانوا معها إنهم يحرروهم وبالذات إنهم ما بيحبوش الملكة الحمرة ويقول الوقت يعرفها إن ده المعاد المناسب اللي ألس ممكن تنقذ في الجميع وإنها لازم ترجع قرط الكورونوسفير لعقارب الساعة مرة تانية ولو ما عملتش كده أرض العجائب هتتضمر كلها وتطلب ألس من الفريق بتاعها إنه يساعدها وتحاول تغادر مع هاتر عشان يرجعوا قرط الكورونوسفير مرة تانية من الملكة الحمرة لكن كان في نفس الوقت كانت الملكة البيضة بترفض إنها تقول الحقيقة قدام الكل فتتعصى بالملكة الحمرة وتدخل القوضة فجأة وفجأة تتحول لتمثال والكل بدأ يتجمد ويتحولوا لصخر وتمثيل وبدأت أرض العجائب إنها تتضمر لكن توصل ألس وهاتر بسرعة ويحاولوا النوم ياخدوا الملكات ويروحوا بسرعة ناحية الساعة عشان يرجعوا الكورونوسفير قبل ما كل حاجة تضمر ويحاولوا ينقذوا نفسهم من التدمير اللي بيحصل لكن توصل ألس لمكان الكورونوسفير وقبل ما ترجعوا تتحول لتمثال هي كمان وكل حاجة تضمرت وتجمدت لكن الغريب إنه حصل فجأة قوة جذب ورجعت القرى لمكانها مرة تانية وبدأت كل حاجة ترجع لطبعتها مرة تانية ويخرج هاتر أهله ويرجحهم لطبعتهم ويشكرها إنها وقفت جنبه وتسيبه وترجع لعلامها مرة تانية لكن في النهاية قبل ما تدهامش سفينة والدها والدتها تمنحى وتكرر معاها إنها تكمل مسيرة والدها ولو عربكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الإشعارات عشان توصلكوا فيديوهاتنا أول بأول ونشوفكم في فيلم جديد